بعد الكلام الكتير بقى اللي اتقال الفتر الفات ده فيما يخص النادي الاهلي بعد الكلام الكتير اللي اتقال الفتر الفات عن ان ممكن موسيماني ما يكملش مع الاهلي بعض وكلاء المدربين زي ما قلنا في حلقة امبارح عرضوا بعض الاسماء على الاهلي في حالة رحيل موسيماني ونقلت لكم انه الاهلي بيبص على العروض بس ما خدش قرار ابدا برحيل موسيماني وهو مستمر في مرحلة تجديد التعاقد مع موسيماني بس ما فيش مانع انه يبص على العروض خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي المتقلق جدا مع المغرب خلال فترات المضايا في كأس الأمم الأفريقية من الأسماء اللي ترحت على النادي الأهلي على ترابيس المفاوضات أو اللي ممكن الأهلي يخش فيه معاه في المفاوضات في الفترة اللي جاية لو موسي ماني لم يوفق مع النادي الأهلي في مرحلة تجديد التعاقد فهذا الاسم من الأسماء المطروحة فيه أسماء أخرى مطروحة طبعا الاسم ده مطروح بس هل هو أصلا ممكن يسيبه المغرب ويجي النادي الأهلي المغرب على وشك الوصول لكأس العالم عندها مباراة يعني سهلا نسبيا مع الكنغو الديمقراطية في المرحلة النهائية وأيضا كمان المغرب قريبة برضو من المنافسين الأقواء جدا في كأس الأمم الأفريقية